السلام عليكم أخوتي الجزائريين في الغربة وفي داخل الجزائر على كل حال كما راكم تشوفو برج باري ريج وولاد برج باري ريج حبي نتكلم عليكم معاكم على واحد الموضوع على كل حال سامحونا صويرات اتخذت بالموبيل يعني بالهدف لكن الصورة مش مليحة لكن الموضوع إن شاء الله الموضوع يكون مليح على كل حال وكل حال هذا يعني راكم تشوف فيه هذا يعني السجن تم بنائه ب... بعين بلدية عين السلطان وبلدية عين السلطان تبع على الولاية برج باري ريج عين السلطان تبع عن مقر الولاية برج باري ريج بحوالي ستة كيلو متر ويعني هذا السجن راح يدله تمام بين اعتقد واحد وثمانين سجن يعني اللي راح يبنون في الجزائر على مساح تتح هذا السجن حوالي 23 اكتار وكذلك يعني يبعد على الطريق السريع عشر غرب بحوالي 100 متر ويتكون مثل طوابع تروازي طاج تحت الأرض لكل حال يعني تم بناء هذا السجن في 2008 من طرف الشركة الصينية لكل حال احنا يعني اخوتي لكل حال يعني راحي المشروعين قديم لكن يعني قريبي وجد وقريبي يعني تم يعني بناءه كما راكم تشوفو ذوك يعني لكل حال السجن يعني احنا لكل حال ماناش في حاجة لبناءةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ان شاء الله هذه واحد ثمانين سجن يعني لو كان ذالها ثمانين مصنع واحد ثمانين ورشة واحد ثمانين مدرسة واحد ثمانين مركز تكوين مهني وتكون احسن يعني والله احنا في الشعب الجزائري بحاجة الى السكن والعمل والتكوين الى اخره تكلموا على السكن يعني غالبة الناس يعني لا زال هناك اشخاص يعيشون في شقة بغرفة نوم مع اسرتين او ثلاثة يعني سبحانه يعني كان من من الواجب على الحكومة الاعتناء بالناس وليس وضعهم في السجون حيث تنعدم حقوق الانسان هناك لكل حال انا جزائري نعبر على شعوري كجزائري انا نحب بلادي ونحب نشوف اولاد بلادي عايشين يعني في مستوى كيمة الدول الاخرين فيما ان البترول والغاز وكاين كل لماذا لا توفر يعني مراصب عمل وتكوين للشباب تانا بيمنا فئة شباب خمسة وسبعين بالمئة شباب لماذا ما يوفروا لهمش يعني دراسة وتكوين يا سيدي الناس يفت المقرأة يقدروا يدرهم تكوين يعني كل واحد يدرهم تخصص المشكلة يعني اخوتي هي الوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بخاصة يعني الناس كما وزير تعليم يبقى عشرين سنة في منصب وزيرة كما خالدة مسعودة مسعودي وغير وغير ما تغش يعني الناس درتهم في مكان يبقوا يخدموا نفس الحكاية ويبقوا خدموا ولوا البلاد خلوا الناس اعطوا الناس الكفاءات اعطوا الناس اللي قاروا في الخارج اعطان الناس هذول خوطنا في الخارج كان الناس مهندسين اطباء اعلاميين يعني مخيرة ويجبت ابناء الجزائرهم هاملين في دول الخارج يعني يعني استغلوهم هذول دول الاوروبية والاجنابية والى الاخرين يريد حنا نتمنى ان شاء الله يعني الجزائر ما فيها فيها رجال الله يبارك يعني ناس فيها جميعين في الجزائر كذلك لو ان هذه الخدمة وفروها الناس خوطنا نقارين الله يبارك الآن رانا في 2011 وعندنا اطارات يعني في جميع التخصصات يعني ناس قراوا وراهم بلا خدمة ناس عندهم مستوى ما شاء الله وفرضت عليهم الامور با يروح لدولة اخرى حراق يخدم يعني كي ما شفناهم هنا يجولوا الاوروبية وعندهم الاوروبان الناس عندهم مستوى ما شاء الله يخدم يقصر المواعن وفي وقت الحالي المواعن كان المواعن وما صحت الهمش في بعض الاحيان تقاه عنده مستوى ما شاء الله عنده تكوين تكون في الجزائر ويجي الهنا الدول الاوروبية ولا الدول الاجنبية يصغلوه يعني الجزائر قراه في الجزائر لكن يصغلوه الدول الاوروبية والاجنبية بلاش يعني يقوها السلعة طايبة حتى وين كان الناس يعني في بعض الاحيان يقول لك ان اللي راح الاوروبا وسلك لكن معناش انه اللي راح كل الاوروبا هو ناجح لكل حال في الناس عنده ثلاثين سنوة ومزال ان يتخبط غرف المشاكل التاعه لانه هذا المشاكل جابه مع الجزائر وكل واحد يعني عنده مشاكله لكل حالة ما يشحبن هذا الموضوع التاع الجزائري هنا كل واحد يعرف كيفية عبره على شعره كل واحد وجابه تظرفه كل واحد كيفاه يعني كالناس يلاجحين كل واحد كيفاه يعني نتحدث على السجن هذا لتذكير فقط يعني هذا السجن يعني هم يقولوا كان يعني يعني يقولوا راح يبنو واحد ثمانين سجن يعني هذا طبعا يعني حسب اللي طلاعي وما قريت عليه يعني هذا السجن لسته ادري ان كان هذا يعني البرنامج برنامج عدل اثنين يعني وحد فيه برنامج عدل اثنين في الجزائر يعني يهضر عليه في الفين وسبعة وهو يعني عدل اثنين الجزائري يعني الخاص باصلاح السجون الجزائرية وهذا بفضل دعم مالي من الالتحاد الأوروبي والذي كشف عنه في جوليا الفين وسبعة بحيث سيرصد تمويل لتخفيف حالة الاكتظاظ وذلك ببناء يعني سجون جديدة وترقية المؤسسات القائمة يعني على السجون بحيث يعني سيتم ببناء واحد ثمانين سجن في مختلف أنحاء البلاد والذي حسب ما ذكر يعني هذا الدعم يبلغ حوالي سبعة وسبعة مليون يورو يعني هذا الدعم بدأ من ابتداء من عام الفين وثمانية حيث صادقت عليه اللجنة الأوروبية يعني أنا ذاك في العاصمة البلجيكية بروكسل يعني احنا ماذا بينا لهذه الدول الأوروبية؟ ليش ما عطوا ناش يديروا للشباب ووزنوات؟ ليش ما عطوا ناش يديروا للشباب مصانع؟ والجزائر يعني فيها خيرات يعني في واحد المناطق ما عندهمش حتى المدارس في الجزائر أنا نعرف مناطق ما عندهمش حتى متوسطة أنا نعرف مدارس ما عندهمش حتى مستشفيات حتى مستشفيات حتى عيادات لأبسط الأشياء ياريت الإنسان كي يهدر هكذا هو يوجعوا قلبه على بلاده ونحبوا بلادنا لكل حال إحنا إنسان كي يهدر ويعبر هو ماشي ضد بلاده أو يشوف أمور توجعوا ويهدر عليها معناش هو ما يحبش بلاده لكن نحبوا بلادنا وماذا بينا كي نهدروا نحبوا نعبروا على وش رو يصرا في بلادنا بها الناس يعرفوا كين الناس ما يعرفوش بوش هاو صاري في البلاد الحمد لله إحنا عايشين في الغربة عندنا مدة وأنا نشوفوا الأمور من معوجة نحاولوا نساهموا لتنوير الرأي العام من أجل خدمة الجزائر حتى وإن كنا في الخارج معناش أنا ما نحبوش بلادنا هذا هو أخوتي و السلام عليكم قاع السلام عليكم وربي إن شاء الله يجيب الخير للبلاد والعباد أربي حسن حسن بلادنا أربي إن شاء الله يخلي الناس متوحدة ربي إن شاء الله يلطف بنا ربي إن شاء الله يعني إلى كل حال يوفروا الخدمة للشباب والسكنة للناس اللي عندهم السكنة وتروح البريقراطية ونحو هذه يا أخويا اكسيدني سونس في البلاد يعني شاءة الميلاد هذي اللي لاش كين أمور جزائري نحوها يا أخويا والله يخلوها يعني مدى الحياة يعني ما تموت شاءة الحياة لشاءة الميلاد ليش الجزائري يعني في كل مكان يروح يلزم له شات الإقامة يا أخي بطاق تعريف قل أنا وجزائري ليش هذي البلاد قطية هنا في الدول الأوروبية كاش ننضي لكم موضوع على الحالة المدنية يعني اللي يتصيبين ليس هقوش هذه الأمور لشان يخلوه الإنسان مشغول بقى يخرجوا وثيقة عام بقى يخرجها يعني أمور عيب 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 يا أخوتي نتمنى إن شاء الله في المستقبل تتحسن وضعية الحالة المدنية في الجزائر وكما سمعتو الشخص هذاك في مدينة في يشير أنه حرق روحه على حاجة ووثيقة إدارية ليش تتعيو في الناس أقدار ليش ما تتخدموش خدمتكم يعني كما يجب الحال والله هنا الناس نستغرب يعني الناس واحد موظف يخدم في إدارة ويدير المنكر في المواطن يعني يوره الممنسؤولين يعني هذه الحملة نتمنى أن تتكرر ويديروها يعني متواصلة مش يتكرروا الناس بسكين يجي يخرج بطاق تعريف ولواثيقة إدارية تشربوه المرار أنا استغلت في الإدارة ونعرف كيف كانت الإدارة تخدم استغلت كما كنت نقرأ وشفته شكاين على كل حال يعني الإنسان يوجع قلبه وماذا بينا إن شاء الله يكون في تغيير ولا كل حال تغيير هذا وجاي أحبه 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 من حبه وكره من كره على كل حال إحنا نتمنى هذا التغيير يكون بتغيير الأشخاص يعني من أجل الحسن للأحسن وزوال هذه البنورقاطية وزوال الحقرة والظلم وهذا هو الإنسان كي يهدره ويحب بلاده معناش ماشي ضد بلاده هذا هو أخوتي ونسلم عليكم قاع هذا بكل يعني بيديو تمييز نسلم عليكم أخوتي قاع هذا مجرد رأيي أخوتي نعبر على روحي بعد ما يعني وصلنا هذا الفيديو مع أخونا في الجزائر يعني في منطقة عين السلطان عين السلطان هذي في ولاية برج بو عربيج يعني نعرف أنا مناطق مزل ما قاستاش الحضارة في الجزائر وخاصة في ولاية برج بو عربيج على ذكر هذا كان منطقة منصورة المهير إلى آخره يعني وراه الاستقلال وراه العدل الاجتماعي الجزائريين يعني ما نشي نتكلم على المنطقة اللي نعرفها كان منها كثيرة يعني مثال في الغرب الجزائري في الشرق في الشمال في الجنوب يعني الناس تعاني تعاني يريد الناس في الحكومة المخلصين يقوموا بخدمة الشعب الجزائري وعلى أحسن حال هذا هو أخوتي والسلام عليكم وربي يجيب الخير إن شاء الله والسلام عليكم